اشتركوا في القناة الى ذلك تعرضت قرى كفرناها والسلوم والقاسمية وعنجارة وخل العصل لغارات روسية مشابهة ما خلف ضرارا مادية كبيرة اعلنت وزارة الخزان البريطانية ادراج حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري تحت قانون تجميد اصول الجماعات الارهابية لعام 2010 وكانت الحكومة البريطانية في السابق تدرج الجناح العسكري فقط لحزب الله تحت هذا التصنيف وتخضع ارصدته للتجميد بموجب قواعد الارهاب وتمويل الارهاب عقدت الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعها الدوري بحثت خلاله العمليات القتالية الاخيرة في ادلب واريف حلب بعد انهيار اتفاق التهديئة المعلن عنه بين روسيا وتركيا واكدت الهيئة ان الاتفاق انهار نتيجة عدم وفاء كل من النظام ورعاته بالالتزاماتهم كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على النظام للاستجابة لتطبيق قرارات مجلس الامن والانخراط في عملية تفاوضية جدية قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف ان الموعوث الاممي الى سوريا جير بيدرسون سيزور موسكو ثم سيتوجه الى دمشق بهدف السعي لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية واضف لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو انه يأمل ان تطيح زيارات ومفاوضات واتصالات بيدرسون مع النظام سياغة جدول زمني لمواصلة عمل اللجنة الدستورية قال ستيفان دوغريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ان تقليص نقاط العبور بموجب قرار مجلس الامن الدولي الخاص بتمديد الية المساعدات العابرة للحدود الى سوريا اضر بالخدمة الصحية المقدمة للسوريين واضف دوغريك ان القطاع الصحي هو الاكثر تضررا من تعليق معبر اليعربية الحدودي في الشمال الشرقي من سوريا مشيرا الى ان الامم المتحدة تمكنت في 2019 من تقديم مليون واربعمائة وثناثين الفا من العلاجات الطبية للمحتاجين عبر هذا المعبر اعلن الرئيس الفرنسي ان بلاده سترسل قريبا حاملة الطائرات شارل ديغول الى الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط لدعم التحالف الدولي في محاربة تنظيم الدولة وقال ماكرون خلال كلمة له من القاعدة الجوية اورليان بريسي ان القوى البحرية الجوية ستذهب دعما لعملية الشمال اعتبارا من كانون الثاني وحتى نيسان قبل ان تنتشر في المحيط الاطلسي وبحر الشمال بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للانباء ختام هذا الموجز يأتيكم بعد قل البرنامج التربية الذكية الى اللقاء اشتركوا في القناة